السلام عليكم التعليم اللي راح نشوفها بتعليمة اليوم اللي هي تعليمة AMV اللي نستخدمها لحتى ننقل ملف او مسار من مكان لمكان او لحتى انه نعيد تسمية هاد الملف او المسار فانا ازا استخدمت هاي التعليمة ضمن ملف وعطيته اسم ملف تاني فهو راح يعمل لي عملية اعادة تسمية اما ازا عطيته السورس اللي هو ملف والديستينيشن اللي هو مسار فهو راح يعمل لي عملية او نقل لهذا الملف للمسار اللي حددته فعل حتى استخدمها بكل بساطة مثل ما قلت راح قل له موف سورس ديستينيشن هاي التعليمة بكل بساطة فانا مثل ما اللي شايف ضمن المسار اللي انا موجود فيه في عندي ملف اسمه فايل واحد وفي عندي مسار اسمه دير واحد فانا اذا كنت بدي انسخ او بدي انقل الفايل واحد للدير واحد فرح قل له ام في فايل واحد والدير واحد انا هلأ اذا جيت اه عرضت محتويات او عملت للمسار اللي انا موجود فيه فرح شوف انه ما في عندي غير الدير واحد ولكن لو عرضت محتويات الدير واحد رح شوف انه صار في عندي الفايل واحد طيب خليني هلأ انسخ الفايل واحد رح اعمل سي بي وليس سي ام في سي بي داج دير فايل هاد رح انسخه للمسار اللي انا موجود فيه فرح ارجع شوف انه الفايل واحد رجع لمكاني هاي التعليمة مثلها مثل سي بي ممكن انها تكون خطيرة اذا كنت عمالي انسخ ملف او انقل ملف للدستنيشن الجديد وبالدستنيشن الجديد هاد الملف موجود لحتى خليها امنة اكتر كمان بيستخدم معها الابشن او الفلاق اللي هو ماينس اي فرح اقل له ام في داش اي فايل واحد ادير واحد كمان عمالي اللي انه ضمن ادير واحد الفايل واحد موجود عندي فهل تريد انك تستبدله رح اقل له يس هلا هيك عرف انه انا متأكد مليون بالمئة انه بدي انقل هاد الملف للمسار اللي جديد واعمل عملية للملف اللي موجود فيه طيب هاد اذا كنت بدي استخدمها لاني انسخ من مكان لاني انقل من مكان لمكان طيب كيف ممكن اني استخدمها لحتى غير اسم الملف بس مجرد دستنيشن متل ما حكيت بحط الاسم الجديد فلو قلت له موف الفايل واحد رح نغيره ونسميه فايل اثنين دوت تي اكستي فلو عملت الاس رح شوف انه الفايل واحد ماعد موجود واللي صار عندي اللي هو الفايل اثنين هاي بس مجرد عملية اعادة تسمية هاد كل شي بدي احكي عن تعليمه ام في بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبإيمان الله